رؤية فيتوريا المديل الفني لمنتخبنا الوطني استقر على تشكيل المواجهة مواجهة الكنغة الديمقراطية ان شاء الله اللي هتقام بكرة في العشرة مساء التشكيل هيكون كالتالي اول حاجة فيه اشتبع عارف يعني انه غالبا انني هيلعب مكان امام عشور في وسط الملعب انني مكان امام عشور طيب التشكيل هيبقى فيه مين هيبقى فيه محمد ابو جبل في حراسة المرمى هيبقى فيه محمد حمدي محمد عبد المنع محمد حجازي ومحمد هاني في خط الدفاع مران عطية وحمدي فتحي ومحمد انني في الوسط احمد سيد زيزوف فيه الجانب الايمن تريزي فيه الجانب الايسر ومصطفى محمد المهاجم في رأيي في رأيي دي التشكيلة الميثالية لمنتخب مصر في المباراة دي تبقى لكل الظروف اللي حصلت انش انه يغيب ان صلاح يغيب ان امام عشور يغيب ان انه قبلها عسامة جلال يغيب ان احمد نبيل كوكا يغيب انه مرموش يجيله برد انه يابوس عندك حكايات وقصص وسوق حظ مش طبيعي زي ما اتكلم النهارد روي فيتوريا خلاص حاجات قدرية يعني حاجات قدرية على مستوى اللاعبين بس ما تنساش ابدا ان القدر ده اللي انصفك وساعدك انك تسعد للدور ده فان شاء الله القدر اللي انصفني ده هو اللي يكون معايا في دور الستاشر مع كل هذه الظروف الصعبة غيابات بالجملة واسماء اساسية شناوي صلاح ممعشور يعني اسماء تيه مرموش ان شاء الله ربنا يشفيه على فكرة وعنه نازل برد بس بسيطة يعني هو ما حضرش المؤتمر الصحفي والنهارده مران هو اللي حضر المؤتمر الصحفي بس نازلت برد مرموش بسيطة يعني ان شاء الله مش تمنعه من المشاركة في المبركة اساسية او كبديل يعني